من أهم الفلسفات وعلاقتها بالمنهج المدرسي الفلسفة الإسلامية للإسلام فلسفة خاصة ورؤية محددة تختلف عن ما نادت به الفلسفات الوضعية إذا كانت الفلسفة التقليدية اهتمت بالمعرفة والفلسفة التقدمية اهتمت بالمتعلم فإن الفلسفة الإسلامية تركز على الجوانب التالية حقيقة الألوهية، حقيقة الكون، حقيقة الإنسان، حقيقة الحياة أما بالنسبة لحقيقة الألوهية في التصور الإسلامي وتأثير ذلك على المناهج الدراسية فإن الحقيقة الإلهية حقيقة إيجابية فاعلة في الكون والإنسان والحياة فالتصور الإسلامي يبدأ من الحقيقة الإلهية التي يصدر عنها الوجود كله ويعني عناية خاصة بالإنسان خليفة الله في الأرض ثم يعود بالوجود كل مرة أخرى إلى الحقيقة الإلهية التي صدر عنها وإليها يعود ويمثل الإيمان بوجود الله تعالى العبودية لله وحده لا شريك له كما تمثل عقيدة الإسلام والتي تشتمل على ما يليه الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كما أن المسلم يستمد شريعته ومنهاجه من القرآن الكريم قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء تأثير حقيقة الألوهية في التصور الإسلامي على مناهجنا الدراسية يمكن أن تنعكس آثار هذا الجانب على المناهج الدراسية في النقاط التالية واحد التأكيد على أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للعلم والمعرفة في التصور الإسلامي كما أن السنة النبوية هي المصدر الثاني الموضح والمفسر لما أجمل في القرآن الكريم اثنين التأكيد على حقيقة الألوهية في التصور الإسلامي والفوارق بينها وبين حقيقة العبودية ومقتضيات ذلك من الإنسان المسلم ثلاثة التوحيد هو جوهر العقيدة الإسلامية أربعة التأكيد على مفهوم العبادة وبيان أنها تشمل النشاط الإنساني كله طالما توجه به الإنسان لله تعالى انشاء صدق درق حبيعت تحديث